شهر رمضان احدى مواسم العبادات المتنوعة في الاسلام هناك مواسم للعبادات الاعتكاف موسم للعبادة 13 رجب كما نقل في ايران 150 ألف واحد اعتكفوا في كل ايران هذا موسم للعبادة بكل انواعه الحاج موسم للعبادة كم من المجرمين ذهبوا الى الحاج وعادوا اولياء لله تعالى وعادوا طائبين يقول انا ما اقدر انا محكوم بهذا الوضع عندما يذهب الى الحاج الحاج يعطيه طاقة يجي يبدل كل نظام حياته شهر رمضان ايضا موسم للعبادة محتوي على انواع مختلفة من العبادة فيه الصيام اللي هذه عبادة مهمة في شهر رمضان واحد ما يتمكن يكثب احنا كلامنا ما في ضبط نتكلم في الدين والدنيا لكن في شهر رمضان واحد اي كلام يريد يتكلم مما يرتبط بالدين ربما يكون هذا كذبا على الله يواظب لذلك كثير من الافراد في شهر رمضان ما يقولون مسائل شرعية في نهار شهر رمضان ولو هذه حالة مو ملكة لكن بداية جميع الملكات هي الحالات حالة الانتباه انه انا ماذا اتكلم طوال شهر كامل واحد يلتفت الى هذه النقطة انا شنو دا اتكلم هذا بمرور الايام يغير الداخل ويغير الوضع الداخل شهر رمضان بصيامه بقيامه بقرآنه بادعيته بادعية السحر التي يقرأها بالقرآن الذي يوضع في البيت هذا النظام كامل للعباد من التوجه الى الله سبحانه وتعالى والالتجاء اليه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة